سلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني متأصد لازلنا في جهاز الدوران وتحديدا المناعة والمرر نستكمل سويا ما تبقى من هذا الدرس ونتطرق إلى اختبر نفسك وباء وتفاعلات فصيلة الدم ولكن في الحصة الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي هذا النشاط نريد أن نكمل هذه العبارات بالجملة الصحيحة الأمراض التي لا تنتشر من شخص إلى آخر يمكن أن تكون مزمنة وطويلة المداهية أحسنتم غير المعدية أو المزمنة من هو المرض المزمن؟ ويرتبط بإنتاج الأنسلين من البنكرياس ما هو هذا المرض؟ هو من الأمراض غير المعدية أو المزمنة؟ نعم إنه داء السكري ناتج من عدم إفراز الأنسلين أو إفرازه بكميات قليلة؟ نعم أيضا السكري الأول ناتج من تحويل خاطئ أو إفراز خاطئ للأنسلين نعم إنه داء السكري النوع الثاني ينتج من من نمو غير مسيطر للخلايا ويحدث أينما كان في داخل الجسر؟ نعم إنه السرطان قد يكون للسرطان ماذا؟ عدة مثل التدخين، التعرض للمواد الكيميائية، الإشعاعات والغذاء أو الوراثة نعم هناك مسببات عدة للسرطان ذكرنا أن الوحدة الثالثة تحتوي على فصلان، الفصل الخامس، جهاز الدوراني والمناعة والفصل السادس يتكلم عن الهضم والتنفس والإخراج جهاز الدوراني والمناعة هناك درسان الدرس الأول جهاز الدوران وتعرفنا على الدم والقلب والأوعية الدموية في الدرس الثاني المناعة والمرض وتعرفنا على دور خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني في هذا الدرس تعرفنا على توضيح الفرق بين مولد الضد والأجسام المضادة المقارنة بين المناعة الطبيعية والإصطناعية تعرفنا على وصف دور كل من أشهر علماء الميكروبيولوجي من مثل باستور والاستور في اكتشاف الأمراض والوقاية منها تحديد الأمراض التي تنتج عن الفيروسات وعن البكتيريا توضيح كيف يهاجم فيروس HIV اللي هو مرض الإيدز جهاز المناعة تحديد الأمراض غير المعدية وما هي أسبابها توضيح ماذا يحدث خلال التفاعلات أثناء الحساسية بالنسبة إلى الأهمية يحارب الجسم مسببات الأمراض التي يتعرض لها كل يوم كما يمكننا تجنب الإصابة من هذه الأمراض عندما نتعرف على المسببات وطرق الانتشار أما مراجعة المفردات فتعرفنا على الفيروس قلنا هو جزء صغير من المادة الوراثية محاط بماذا؟ بغلاف بروتيني يهاجم الخلية المستضيفة ويتضاعف فيها المفردات الجديدة مولد الضد الأجسام المضادة المناعة الطبيعية المناعة الإصطناعية البسترة الأمراض المعدية الأمراض غير المعدية والحساسية ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ نلخص سويا ما درسنا في المناعة والمراض ذكرنا أن خطوط الدفاع هناك خطان للدفاع الدفاع خارجي وداخلي الهدف الرئيسي لجهاز المناعة هو محاربة الأمراض الجلد والجهاز التنفسي والهضمي والدوراني خطوط الدفاع الأولى تشكل المناعة النوعية هي خط الدفاع الثاني ينتج الجسم في المناعة الطبيعية الأجسام المضادة التي تستجيب لمن؟ لمولدات الضد قد يكسب التطعيم مناعة طبيعية للجسم ضد الأمراض تكتسب المناعة الاصطناعية عندما يحقن الجسم بماذا؟ بأجسام مضادة تنتج أو نتجة من أجسام الحيوانات خط الدفاع في جسم الإنسان عندنا خط الدفاع الأول يتكون من الجلد وذكرنا هي الغدد الدهنية كذلك الجهاز التنفسي بالإضافة إلى الجهاز الهضمي وأخيراً للجهاز الدوراني أو جهاز الدم وذكرنا أن هي خلايا الدم البيضاء خط الدفاع الثاني يتكون من جزعين هو المناعة الطبيعية وهي تتشارك ما بين كريات الدم البيضاء والجهاز اللمفي وأيضاً المناعة الاصطناعية أيضاً تطرقنا للمرض عبر التاريخ وتعرفنا على أن باستور والإستور قاموا باكتشاف اكتشافات مهمة في مسببات الأمراض وكيف الوقاية منها لمكافحة الأمراض علينا اتخاذ العادات الصحية لمنع انتشار الأمراض من أشهر علماء المايكروبيولوجي تعرفنا على أحسنتم لويس باستور والذي قام بعملية أو اكتشاف الباسترة التي سميت باسمه أيضاً كوخ روبت كوخ وضع قوانين كوخ في القرن التاسع عشر لعلاج المايكروبات وأخيراً جوزيف لستر واستخدم عمليات التعقيم أول من استخدم التعقيم في الغرف العمليات بالنسبة لمكافحة الأمراض ذكرنا هناك طرق أساسية منها النظافة الشخصية كعادات سلوكية والاستحمام وغسيل اليدين وأيضاً تنظيف الأسنان كذلك الغذاء الصحي والفحص الدوري للجسام كذلك النوم والصحة والراحة وكذلك التمارين الرياضية تعرفنا على أنواع الأمراض فيروس HIV وجهاز المناعة تسبب البكتيريا وأيضاً الفطريات والأوليات والفيروسات أربع من مجموعة المايكروبات تسبب الأمراض المعدية تنتقل الأمراض الجنسية خلال الاتصال الجنسي وتنتج عن البكتيريا والفيروسات تسبب الإصابة بفيروس HIV فيروس أو مرض الإيد وهو مرض يصيب جهاز المناعة أما الأمراض المزمنة أو غير المعدية والسرطان الحساسية والسكري والسرطان أمراض مزمنة غير معدية يساعد اكتشاف المبكر للأمراض كالسرطان واختيار نمط الحياة على علاج أنواع السرطان ومنع الإصابة بها أنواع الأمراض ذكرنا أنها معدية أو غير معدية أو تسمى مزمنة المعدية أمراض جنسية وأمراض غير جنسية الأمراض الجنسية ممكن تكون مسببها بكتيريا أو يكون مسببها فيروسات من الأمراض البكتيرية لدينا السيلان والسلفس والأمراض الفيروسية لدينا مرض القوبة الأعضال التناصلية أو ما يسمى بالهربس وكذلك الإيدز أو نقص المناعة أما الأمراض المزمنة وغير المعدية فلدينا الحساسية وكذلك السكري وذكرنا أن السكري هناك نوعان لا ينتج البنكرياس هرمون الأنسولين تكون عدم لديه قدرة لإنتاج هرمون الأنسولين أما النوع الثاني يفرز كميات قليلة من الأنسولين ولا يتم الاستفادة منه أو لا يستطيع المستقبلات الاستفادة من هذا الهرمون النوع الثالث هو السرطان نراجع سويا أسئلة اختبر نفسك أول سؤال لدينا فسر كيف يمكن يعمل الطعم على حماية الإنسان الطعم هو الناتج من التطعيم ماذا يفعل ليحمينا أو يستطيع حمايتنا من الأمراض؟ هو يعتبر من المناعة الاصطناعية وليس من المناعة الطبيعية من خلال تحفيز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة ضد مولد الضد ذكرنا أن مولدات الضد هي التي تكون على سطح المايكروب بينما الأجسام المضادة تكون نعم مئة من الجسام سؤال رقم أربعة اذكر أو اذكري مثالا على مرض معدي ينتج عن كل من الفيروسات والبكتيريا والأوليات والفطريات مسببات الأمراض عندنا البكتيريا الضارة ذكرنا البكتيريا الضارة لأن هناك بكتيريا نافعة في جسم الإنسان منها السلفس أو ما يسمى بالزهري الفيروسات امراض عديدة منها الرشح والزكاء كذلك الأوليات مرض الملاريا أما بالفطريات فهناك مرض القدم الرياضي سؤال رقم خمسة قارن أو قارني كيف يؤثر فيروس HIV في جهاز المناعة مقارنة بالفيروسات الأخرى لماذا هو يختلف عن الفيروسات الأخرى؟ ما السبب؟ ذكرنا أنه داهية ماذا يفعل؟ نعم يمكن أن يتخبى سنوات طويلة داخل الخلية المستضيفة ولا يظهر عرض على المصاد إذن فيروس HIV يهاجم الخلية التائية في جهاز المناعة بينما الفيروسات الأخرى تهاجم خلايا الجسم بشكل عام وتتكاثر فيها فيروس HIV يستطيع الاختفاع في الإنسان والبقافي لعدة سنوات أو ممكن أشهر أما الفيروسات الأخرى فتظهر في الجسم لا تختفي ومثال عليه فيروس كورونا سؤال رقم 6 فسر أو فسري لماذا يصنف السكري في الأمراض غير المعدية؟ لماذا يصنف من الأمراض غير المعدية أو المزمنة؟ لماذا لم نجعل السكري من الأمراض المعدية؟ هل هو السكري سببه فايروس أو بكتيريا أو أوليات أو فطريات؟ لا لذلك هو لا ينتج عن مخلوقات حية دقيقة بل ينتج عن خلل في عمل البنكرياس لإفراز الإنسولين في الدم إذن ليس له دور أو ليس له علاقة بالميكروبات الدقيقة فلذلك لا يصنف من ضمن الأمراض المعدية سؤال رقم 7 وضح أو وضحي كيف تسهم النظافة في عدم انتشار المرض؟ ذكرنا من أهم طرق مكافحة الأمراض اتخاذ السلوكيات الصحيحة أو العادات السلوكية الصحيحة ومنها النظافة والتنظيف والاستحمام وغسيل الأسنان وغيره كيف تساهم هذه النظافة في عدم انتشار الأمراض بين الناس أو بين السكان؟ عدم النظافة يسبب نقل الأمراض أو نقل مسببات الأمراض في الجسم من شخص إلى آخر من خلال لمس الأشياء المختلفة أو حتى طرق الانتقال المختلفة لمس شخص أو مخاطبة شخص مصاب وهذا ما أكده العالم جوزيف لستر الذي اكتشف العلاقة بين الإصابة بالمرض مع عدم النظافة لذلك هو أول من استخدم التعقيم في الأمليات الجراحية وبعد ذلك تم استخدام حمض الكربوليك كمعقم لقتل مسببات الأمراض سؤال رقم ثمانية صف أو صفي كيف يستجيب الجسم للمولد للمواد المثيرة للتحسس شاهدوا معي هذه الصورة هذا شخص يقوم بالحكة طيب عنده حساسية ما سبب ظهور الحساسية؟ لم تصنف أيضا من الأمراض المعدية لأنها ليس مسببها مخلوق أو كائن دقيق بالتالي هي مشكلة في داخل الجسم أو خلل في داخل الجسم ينتج عن الشخص الذي يتعرض لهذه الحساسية أو يتعرض لمواد مثيرة للتحسس يبدأ الجهاز المناعي يكون أجسام مضادة تجاه هذا المواد المعرضة له كما يفرز مادة الهستامين التي تعمل على ظهور الإحمرار الموجود على الجسم أو مكان الحق سؤال رقم 9 التفكير الناقد العديد من الأمراض لها أعراض تشبه الحسبة مرض الحسبة لماذا لا يحمينا تطعيم الحسبة عن الإصابة من الأمراض الأخرى؟ ذكرنا أن هناك تطعيمات تأخذ للمولود إلى سن معين حتى يصل إلى سن معين من ضمن هذه التطعيمات تطعيم الحسبة لماذا هذا التطعيم لا يحمينا من الإصابة بالأمراض؟ كمثلا لماذا حينما نستخدم أو نأخذ تطعيم الفلونزة الموسمية ما تحمينا مثلا من فايروس كورونا؟ ما السبب في ذلك؟ لأن الأجسام المضادة التي تتكون في الجسم المناعي تحميه ضد مولد معين تحارب هذا المولد فلذلك لا تستطيع محاربة مولد ضد آخر لأن ذكرنا كل مايكروب عليه مولدات ضد مولدات الضد حينما تهاجم أو الجسم ينتج أجسام مضادة يهاجم هذه المولدات تحديداً وليس مولدات ضد أخرى لذلك حينما بدأنا في جائحة كورونا تم توفير لقاحات ضد فايروس كورونا ما قالوا استخدموا لقاحات الفلونزة الموسمية مثلا لأن هذه اللقاحات خاصة بمولدات ضد معينة لذلك اللقاح مايكروب فايروس كورونا كوفيد 19 هذا خاص بهذا المولد وليس مولد ضد آخر لذلك علينا التوجه إلى استكمال اللقاحات من لم يستكملها أو الجرعات ومن استكمل له المبادرة في آخذ اللقاح التنشيطي سؤال رقم 10 اعمل نموذج أو اعملي نموذج هذا النموذج لمن؟ للخلايا التائية ومولد الضد وخلايا بي باستعمال الصلصال والورق أو مواد أخرى رح أننا نستبدلها بمواد برسم تخطيطي ثم استعمل بذلك في تفسير عملية أو دور الخلايا التائية في الجهاز المناعي مشاهد هذه الصورة والتي تفسر لنا عمل الخلايا التائية وكيف تتكون بعد كذا لدينا مناعة في الجسام أول شي رح نبدأ بمين؟ كريات الدم البيضاء كريات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول في الجسم ذكرنا أنها لها أنوية وبالتالي تبدأ بطريقة البلعمة هذه البلعمة لها أربع خطوات بحيث تهاجم هذا المايكروب أولا اقتراب انجذاب ثم أو تكوين أرجر كاذبة ثم وضع أو دخل هذا المايكروب داخل الجسم ثم أو داخل الخلية ثم بعد ذلك هضم هذه المايكروب ثم طرح الفضلات للخارج بعد ما تتم عملية البلعمة من يكون المساند لها؟ انتهى الآن دور خلايا الدم البيضاء يبدأ الآن بعد عملية طرح الفضلات تستقبلها خلايا تائية قاتلة طبعا قبل الخلايا التائية القاتلة تجي الخلايا التائية المساعدة بعد الخلايا كريات الدم البيضاء تتحفز مين؟ لما تطرح الفضلات خلايا تائية مساعدة عملية مسلسلة التائية المساعدة ستحفز ممتاز تطلع عندنا مين الآن؟ خلايا تائية قاتلة تبدأ هذه الخلايا التائية القاتلة تميز المرض تبدأ بالخطوة الأولى تميز المرض بعد ما ميزت المرض وفهمت من هذا المايكروب كيف تركيبه وإيش مولد الضد اللي عنده تبدأ الآن تتحفز خلايا بائية تنتج خلايا البائية ماذا أجسام مضادة هنا تم تميز المرض وعرفنا مولد الضد اللي هو المايكروب في الخلايا البائية تبدأ تكون الأجسام المضادة اللي هي على شكل حرف Y تبدأ الآن تضعها على سطح الخلية البائية في سطح الخلية البائية بعد ما أفرزتها تبدأ تنتشر وتهاجم اللي هي هذه مولدات الضد بعد ذلك تبدأ عملية التعبئة إنه الآن أتزيع عملية برمجة أني أتبرمج على ما هو نوع هذا المايكروب ثم القضاء على مسبب المرض ثم بعد ذلك تبدأ عندنا خلايا ذاكرة هذه خلية ذاكرة خلية ذاكرة ماذا تفعل؟ تبدأ تخزن معلومات مولد الضد التي تم مهاجمة وهذه المناعة قد تتم أو تستمر في جسم الإنسان ما بين خمسة إلى ستة أشهر وهذه ما يسمى بالمناعة الطبيعية إذن نريد أن نكمل ما هي مولدات الضد وهي الإجسام المضادة مولد الضد ذكرنا أنها مواد كيميائية توجد على سطح كريات الدم الحمراء سمعنا هذا الكلام لكن كيف أيضا مولد ضد في المايكروبات أيضا يكون هناك مولد ضد في المايكروبات تكون هي الخط الذي تستخدمه أو المهاجمة الذي تستخدمه للجسم بينما الأجسام المضادة يكون دائما شكلها على شكل حرف Y ضراعين عشان تستطيع محاربة المايكروب أو المواد الغريبة عبارة عن بروتينات في البلازمة تحلل المواد الغريبة وعن الجسم بالنسبة للفصائل الدم مولدات الضد في فصيلة دم أو لا يوجد فيها مولدات ضد لاحظوا الصورة لا يوجد بها مولدات ضد A موجود وهذا شكله B بهذا الشكل مرمز له A B هم اثنين مع بعض وبالتالي راح يكون موجود عنده مولد ضد A ومولد ضد B بينما بالنسبة للأجسام المضادة A موجود لها مولد ضد B موجود لها أيضا مولد ضد لاحظوا أنها على شكل حرف Y A B لا تحتوي على أجسام مضادة بينما O فيوجد لها أجسام مضادة المين للأثنين A وB وبالتالي سيكون عندها أجسام مضادة للأثنين بينما A B ليس لها أجسام مضادة لذلك لدينا تطبيق نريد أن نعرف ما هو دور أجسام المضادة ومولدات الضد في فصائل الدم ذكرنا أنه فصائل الدم لن يتم نقل أي دم إلا حسب الفصائل التي تعرفنا عليها فلدينا هذا النشاط من سؤال من واقع الحياة يتطلب لنا أو يريد نمذج كيف يتم لدينا نقل الدم وكيف يحدث لو تم نقل الدم غير مطابق الهدف من هذا النشاط هو تحديد كيفية تفاعل الأنواع المختلفة للدم عند اختلاطها ما هي الخطوات؟ رح نحتاج إلى دم زائف نموذج للدم هذا الدم مكون من ماذا؟ حليب قليل الدسم بالإضافة إلى ماء بالإضافة إلى صبغة أو ملون طعام أحمر بالإضافة إلى عصير ليمون نستخدمه كمولد ضد الأي وماء كمولد ضد لأي للفصائل الأخرى بعد كذا رح نحتاجها في أوعية زجاجية أو شفافة حتى نشاهد ما الذي يحدث نبدأ سويا الخطوات وبعد كذا نلاحظ ماذا سيحدث عند وضعها لدينا أربعة أكواب لوضع محلول الدم أو الدم الزائف لدينا أيضا هنا عصير ليمون كمولد ضد وماء أيضا كمولد ضد الخطوة الأولى رح نضع كمية من الدم الزائف في جميع الأوعية الأربعة هتكون الكمية بشكل متساوي انتهينا من وضع الدم الزائف الآن حسب الخطوات استخدم عصير الليمون مولد ضد لأي مولد ضد أي للفصائل من أو وبي أين أو وبي؟ هذا وهذا هنحتاج وضع مين؟ عصير الليمون نحتاج ماء كمولد ضد لأي ولكن لأي وبي هنضيفه على أي وبي هنشاهد ماذا سيحدث الآن نبغى نلاحظ هل هناك فيه اختلاف أم لم يتغير شيء ما الذي حدث بالضبط في أي وبي استخدمنا مين مولد ضد؟ ماء هل حدث تغيير؟ لا يوجد أي تغيير إذن لم يتعرض أو لم يحدث أي تغيير بالنسبة لمولد ضد أو وبي استخدمنا الليمون الليمون ماذا حدث؟ هل لم يتغير كلماء؟ أم ماذا؟ نشاهد ماذا تلاحظون؟ الكثافة أكبر كثافة السائل أكبر ظهرت وجود بعض الكتل لاحظوا وجود بعض الكتل هنا هنا وجود بعض التكتلات وهنا أيضا بعض التكتلات ماذا يعني ذلك؟ هناك فيه اختلاف في مولدات الضد نشاهد سويا نحلل الأسئلة ماذا لاحظنا؟ بالنسبة لأي لم يتخثر ما تغيير شيء ليه لمولد الضد كمش؟ ما ما تخثر بي حدث تخثر ليه لأنه كان مولد الضد؟ ليمون A-B أيضا لم يتخثر لأنه كان ماء O تخثر ليش؟ لأنه كان أيضا ليمون على ماذا يدل ذلك؟ العامل الضابط هنا كان الدم وكمية المولد الضد المضافة المتغير المستقل كان نوع مولد الضد المستخدم اللي هو الماء والليمون طيب ماذا يمكن أن يحدث لشخص إذا لم يتوافق مولد الضد مع الفصيلة الأخرى؟ لاحظنا أنه كان هناك تخثر معناته يحدث تخثر للدم لذلك لابد أن ينتأكد من فصيلة الدم التي سوف تنتقل ماذا يمكن أن يحدث إذا كان مولد الضد بي يعني لو حطينا التجربة على بي مو اي إلى كل الفصائل ماذا سيحدث؟ أيضا لا يتخثر مع فصائل اي و بي نفس اي وكذلك سوف يتخثر مع اي و او لدينا نشاط منزلي سؤال رقم 11 من اختبر نفسك اعمل مخطط أو اعمل مخطط ارسم مخطط تبين فيه عدد الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما بسبب مرض الإيدز مستعين بالبيانات التالية اللي موجودة لدينا من عام 1995 و 96 و 97 و 98 و 99 اتمنى ان تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا العقل السليم في الجسم السليم عليكم بالتغذية الصحية والنظافة الشخصية والرياضة وممارسة الرياضة ودمتم سالمين فمانيلا